نبدأ نبدأ مطور لدينا الموتر لدينا الصوت على زر رجلت الميكروات استمتعتها لا أريد أخذ الميت هذا جهدي عليكم أعلى المكروات سوف نقوم بسرعة في هذا الفيديو سنتكلم عن عناصر غذائية عند فوائد عظيمة جدا على صحة الرضيع والطفل تزيد الوزن بشكل صحي وسريع وأيضا تقدر تعالج بعض المشاكل الصحية بحل إمساك وفقر الدم كنتكلم عن الفواكه الجافة امتها ممكن تقدمها للرضيع شحال مرة في الأسبوع شو هي القيمة الغذائية دياله والفارق بينها وبين الفواكه الطازجة وأيضا سنشارك معكم طريقة تحضير عصير الفواكه الجافة اللي عنده فوائد كبيرة بثاف عمل جميل فيديو عملة دابة باش ما تنساشي مرة ما كتخلص في عليها كتعملة دعم ليلي ممكن تلا ما تخسر عليها تواحد تانية لكن هي دعم الفيديو دعم القيمات دعم نفسي ليلي باش نزيد نكمل في هذا المحتوى هذا إن شاء الله وأيضا نضم لينا وضغط على الزر الأحمر وفعل جرس باش أي فيديو جديد حقيت في القناة كي يوصلك شنو هي الفواكه الجافة الفاكه الجافة هي واحد الفاكهة اللي تم تجفيفها أي تم استخراج الماء الموجود فيها من أجل تنديد مدات صلاحية دياله الفرق ما بين الفاكهة الجافة والفاكهة الطازجة أن القيمة الغدائية دياله كتكون مركزة أكتر زائد أن السعرات الحرارية الموجودة في الفاكهة الجافة كتكون مضاعفة تقريبا خمس أضعاف على السعرات الحرارية اللي في الفاكهة الطازجة عندنا بزف ديال الأنواع لكي شائعة منها عندنا الزبيب اللي هو العنب المجفف عندنا التين المجفف أو ما يسمى بشريحة كيف ما كان قلوب الدريجة عندنا البرقوق اللي كنخضروا بها الحم عندنا المشميش المجفف يعني هدو هما الأنواع الشائعة اللي كنستخدموها بزف كين فاكهة أخرى سنردوا الباد منها فاكهة اللي كيتم تشفيفها وإضافة سكر الأبيض لها أنا ما كنتكلمش على هدو الأنواع بحل الأنناص المجفف الماوز الكيوي المجفف هدو الفاكهة هدو مني كيجفوها كيضيفوا سكر حيث كتكون حلوة أكتر فأنا ما كنتكلمش على هدو الأنواع اللي ماشي صحية طبعا وإنما كنتكلم على الفاكه الجفة الطبيعية إنت ممكن قدمها للطفل وكم مرة في الأسبوع يمكن تقديمها بتداء من ستة أشهر يستحسن ما نفوتش مرتان في الأسبوع خاصة إلي كنتكلمش على شكل عاصر لكن إذا كان الطفل يعاني مشكلة النحافة وكان الوزن دياله تحت المعدل الطبيعي فممكن نقدمه من ثلاثة حتى أربعة ديال مرات في الأسبوع ما هي القيمة الغدائية للفواكه الجفة؟ أول حاجة كي تقولنا هي غنية جدا جدا بالسعورات الحرارية فيها ما يقارب خمسة أضعاف السعورات الموجودة في الفاكهة الطازجة بمعنى بما أنها غنية بهذا الكم الهائل للسعورات الحرارية فهي تساعد جدا على زيادة الوزن وهذه الزيادة كتكون بواحد الشكل الصحي أعلاش أنا ما كتعطيش فقط سعورات حرارية إنما ما كتعطيه فيتامينات ومعادن غدا نتكلم عليها فإذا قدمناها للطفل بصورة منتظمة بحالي قلت مرتان في الأسبوع ثلاث مرات إلا كان الطفل تحت الوزن الطبيعي فهي كتساعد جدا 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 على زيادة الوزن كذلك كتعطي طاقة إضافية للطفل كنعافوا الطفوح المرحلة عمرية معينة من عام ونس عامين يعني منذ كي بدأ يتمشون زيادة كتكتر في الحركة وكيولي واحد الناشاط زائد تبارك الله فإلا كانوا هاد الأطفال ما كياخدوش واحد المصادر كافية للسعورات الحرارية كنلاحظوهم حالي كيبدوا يضعافوا نتيجة للك الحركة زائدة ديالهم فأفضل من أفضل خيارات اللي ممكن تشكل واحد المصدر مهم جدا للسعورات الحرارية هي الفواكه الجافة لأنه كتعطي واحدة طاقة إضافية للجسم ديال الطفل بالتالي بيقدار يتحرك ويجري بلا ما ينقص الوزن دياله فائدة الثانية هي تحسين عمل الجهاز الغضمي وحركة الأمعاء لأن هذه الفواكه الجافة كتكون غنية جدا بالألياف بالتالي وفيها أيضا مواد اللي كتشتغل كملينات طبيعية لحركة البوراس فالأطفال اللي كيكون عندهم إمساك ممكن جدا أن فاقد الفواكه الجافة تعالج عندهم هاد المشكل بقينك نقدموها بانتظام مثل الباركوك وواحد العنصر اللي كي يعالج لمشكل الإمساك بواحد صورة جيدة جدا كما أنها كتحتوي على مضادات حيوية اللي كتعزز وكتطور البكتيريا ديال الأمعاء فكتعزز المناعة ديال جهاز الغضمي وكتقوي عمل جهاز الغضمي بشكل جيد جدا أيضا كتحتوي على نسب مهمة من المعاذين بحل الحديد اللي في واحد السن المعينة ضروري جدا الطفل يكون كياخد مصادر متنوعة للحديد ما بين 9 أشهر حتى 24 شهر تل عمين يعني فهذا الفترة هذي كيكون الطفل معرض جدا لإصابة بمشكل فقر الدم خاصة إلا كان الطفل كيرضع بزاف وما كياخدش الوجه بس دياله فضروري أنا نندخل فوقي الجفا بانتظاف الروتيل الغذائي ديال الطفل للوقاية من هاد المشكله أحيانا لعلاج مشكل ديال فقر الدم فيهم كدلك نسب مهمة ديال الكاسيوم لتقوية العضاء بتقوية الأسنان تساعد الطفل على التسنين في الوقت ما كيتأخرش في التسنين بزافية كدلك الزانج ماغنيزيوم سيلينيوم و الكثير من المعادن لتقوية الجهاز المناعي خاصة في فصل الشتاء اللي كتكتر فيه الأمراض وكتكتر فيه العدوى وكتابوا بها أطفالنا لكن قبل ما تقدم الفواكه الجفا سترد البال لثلاث نقاط النقطة الأولى هي التقديمها بشكل سهل على الطفل يعني تراعي السن ديال طفلك في تقديم الفواكه الجفا فمن الإسم دياله فاكيها جفا بمعنى غادي تكون صعبة في الهضم فما نعطيه هاش الطفلي بالشكل دياله هكذا تيكون البلع دياله متطور بشكل كافي وما غاديش توحلوا في الحلق دياله عامين عامين ونص عادي يقدر يخضاء ويعط فيها هكذا لكن قبل تقدم على شكل عاصر كيف ما غادي يقدم لكم في هذا الفيديو هذا نقطة ثانية أنك تعرف تختار المكان اللي غادي تشتري منه الفواكه الجفا تكون ناس موطوقة متجر الجودة دياله معروفة علش أن أحيانا هاد الفواكه الجفا أثناء التشفيف دياله كيتم إضافة بعض المواد لتنبيد مدة صلاحية فهاد المواد أحيانا كتقدر تسبب حساسية للطفل فمن الأفضل أن تكون هاد الفواكه الجفا نخدم من المتجر اللي هو معروف يكونوش مستعمين فيها مواد لها خيبة نقطة ثالثة عند تقديم الفاكهة الجفا أول مرة للطفل كتقدمها بحسة صغيرة جدا كمية صغيرة جدا حتى تشوف تقبل ديال جسم طفلك كتبقى واحد يومين تلتية متى تشوف تقبل ديال جسم طفلك يكما عملت لشي حساسية شي حكا شي حميران معين أو مشاكل معينة بالتالي مكينوالو كتدخل في النظام الغذائي ديال طفلك والآن نخليكم مع طريقة تحضير عصير الفواكه الجافات تقدروا تدفلوا فاكهة معينة أنا في هذا الفيديو نضيت معاه فاكهة الموز كيتحضر بطريقة سهلة جدا صحي جدا لديك انا شخصيا اعجبنيه ولكن لم يكن قدرش نشربه لأنه كنخاف يزيدني في الوزن فا بقدرش ناخده لك نشاتك يعجبه بزاف انتم كذلك لا بغيتوا تزيدوا في الوزن ديالكم خذوا مع اطفالكم نخليكم مع طريقة تحضير اذا بنسبة المكونات اللي غدي نحتاجه في هذا العصير عندي التين المجفف او الكرموس او الشريحة كل واحد شنوك يقولوا اه معرفت في الجزائر شنوك تقولوا له التعليقات بما انه عندي امها جزائرية اكثر في القناة نحتاج الزبيب الابيض قدروا تعملوا الاسود عندي البرقوق المجفف نختار نوعية اللي مزيانة يكون الرطب برقوق اللي ناشف ونحتاج واحد الموزة صغيرة وكأس الحليب الاطفال الاقل من سنة استخدموا حليب الصيدلية او حليب النمو الاصطناعي والاطفال اكثر من سنة استخدموا اي حليب بقاري كميد دسم اه معقم او مبسطر اذا اه قطعت الفواكه الجفة دياري خسلت وقطعته وحييت العظم ديال البرقوق غادي نضيف جوش معلقات صغار ديال الزبيب ثم بالنسبة للحليب غليته مزيان سخنته مزيان باش غادي ننقع فيه الفواكه الجفة دياري واحد لمدة تنحس بها رطابط نحس بها تنشوفها رطابط كيفما كتشوفوا خليت واحد ساعة ولا ساعة ونص باش يكون الطحن دياله ساهل اه ثم ضفت عليها الموزة ديالي وطحنت المكونات كيفما كتشوفوا استخدموا اي مكسور عندكم انا دا باستخدمت هذا انتبقوا ولكن تحكم في القوام بغيتو على شكل كامبوت يعني كان الطفل متقدم في السين شوي وبديتو كل معالتين على القطاع في الفم ديالي كان الطفل باقي صغير قد تقدموه لشكل عاصل في الفيديو كتمنة تكونوا استفتمنوا وخديتوا أفكار جديدة وخديتوا معلومات جديدة وتجربوا هذا العصير هذا الأطفال كمكي جي رائع منتاز شوفكم في فيديو مقبل إن شاء الله وسلام عليكم